في البداية دكتورة نورهان دراسة مجلة فورين أفيرز تحدثت عن العالم الذي يراه أو يريده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأرجعت حربه الحالية على أوكرانيا وفق مخطط مرتبط في المقام الأول بالعرق وأيضا بالدين وكذلك حلم إعادة للتحاد السوفيتي من جديد كيف ترين ذلك؟ يعني هو طبعا الكلام غير دقيق إلى حد كبير بمعنى أن الرئيس بوتين عندما كتب في مقاله أو لما بيشير إلى العالم الأوراسي هو يتحدث عن التاريخ أكتر منه يتحدث عن رؤية شخصية ما ذكره الرئيس بوتين في مقاله المشار إليه هي وقائع تاريخية بالفعل يعني من المعروف أن قيصر روسيا كان قيصر روسيا وبيلوروسيا وميلوروسيا وميلوروسيا هنا تعني روسيا الصغرى بمعنى أوكرانيا وهذا ثابت في الوثائق التاريخية الروسية بالفعل روسيا القيصرية كانت تضم أو كان ركيزتها الأساسية هذه الجمهوريات الثلاث وكانت كييف هي عاصمة روسيا القديمة لعاصمة أوكرانيا حاليا وبالتالي بالفعل هناك روابط وهناك تاريخ مشترك والرئيس بوتين عندما يتحدث يتحدث عن هذا التاريخ ولا يتحدث عن رؤية شخصية لما يجب أن يكون ولكن هو يتحدث عن حقائق كانت قائمة بالفعل وحكمت العلاقات بين الشعوب السلافية يعني لأن كل من روسيا وبيلوروسيا وأوكرانيا إلى جانب طبعا سربيا كلها تنتمي إلى الشعوب السلافية الأرتودوكسية وبالتالي هذه روابط قائمة بالفعل وموجودة ويعني ما حدث في واقع الأمر هي من وجهة نظري هي محاولة لتفجير المجتمعات من الداخل وتقليب أبناء الشعب الواحد على بعض نحن أيضا عشنا في مصر لأنه في واقع الأمر لا يوجد هناك فروقات كثيرة ما بين الأوكران والروس يعني المفارقة أن عدد حتى من الجنود الأوكرانيين اللي هما تم أسرهم هم ذهبوا إلى القوات الروسية معتقدين أنها قوات أوكرانية يعني بالفعل هناك روابط إثنية وعرقية ودينية وتاريخية هم في الواقع الأمر هم شعب واحد وفكرة تفجير المجتمعات من الداخل هذا أمر يعني بينتمي إلى ما يسميه الخبراء حروب الجير الرابع وكما ذكرت نحن في العالم العربي شهدنا دوت وحتى في مصر شهدنا دوت كيف يتم خلق مجموعة ما من المتطرفين والمتعصبين لضرب المجتمعات من الداخل وإشاعة عدم الاستقرار هذا هو ما حدث وهذا ما كان يتحدث عنه الرئيس بوتين أنه لا يجب السماح لأي أقلية متطرفة ممثلة طبعا في النازيين الجدد أن تنال من هذه الروابط التاريخية والدينية والعرقية العميقة ما بين الشعوب السلافية جميعا